للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدين أنضم لنا من دبي الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني أهلا وسهلا بك سيد أيمن صباح الخير يمكن يعني كثير يمكن ما في أحد مننا ما يستخدم الواتساب ومؤخرا ننتشر اللي هو الواتساب بيزنس أو الدردشة اللي هي الخاصة بالشركات وإلى آخره نبنعرف إيش الواتساب بيزنس وإيش فائدته بالتحديد لو تحدثنا عنها أكثر في البداية هل هنا المؤسسات بيهم تعمل تسويق وينما الناس موجودة يعني فيسوق بالأول ما كان في داعيات إنستغرام ما كان في داعيات كإيميل بريد إلكتروني ما كان عنا داعيات عليه وتويتر بس لأنه في عدد كبير من الناس فالمؤسسات بدأت تعمل تسويق لا توصل لهالناس وواتساب لأنه مثل ما تفضلت عدد هائل من الناس بيستعملوا من عمر سبع ثمان سنوات لفوق ثمانين سنة فبتلاقي هالمؤسسات التجارية حيب تتواصل مع هذين الناس جميل وواتساب ومؤسسة واتساب ويعي له الموضوع فبدا تقدر تشبك وتربط بين هالمؤسسات التجارية والأشخاص اللي هم يستعملوا جميل أيمن طيب مثل ما ذكرت تقرير نعم مثل ما ذكرت تقرير أيمن إنه في إيجابيات الموضوع وفي سلبيات إحنا يعني إذا كان الموضوع في فائدة للشركات فغريب جدا أن نسمع سلبيات لو رأيت لو تحدثنا أيضا عن هذه النقطة هلا إذا بنحكي من جهة المؤسسات اللي بيقدر يستفيدوا إنه بيقدر يوصلوا للناس وكمان فيهم يقدروا يحلوا مشاكل العالم يعني إذا أنت شريد شيء عن طريق الإنترنت إذا فيه تأخير بالوصول إذا وصلك المنتج غير صحيح إذا فيه مشكلة بالتوصيل هذه كلها بيقدر يعني عن طريق الواتساب تقدر تنحل هذا الموضوع نعم يعني تحسين جودة تحسين جودة عملية الشراء والتواصل مع العملاء يعني هذه الإيجابيات لكن إيش النقاط السلبية للعميل والشركة كمان نقاط سلبية للمؤسسات واضحة أن هني منهم جاهزين ليستعملوا واتساب للمؤسسات عادة أن هني بيعطولوا شخص به المؤسسات خليه هو يهتم بالموضوع مع أنه في عدد كبير من الناس بدأت تواصل معهم فهني غير جهوزية المؤسسات لأنها تستفيد من فرصة واتساب وتساعد العميل هذا فيه موضوع سلبي فيه والتاني شغلة كمان فيه عندهم تكلفي معين هني ما فيه يتواصلوا مع العميل ما فيهم هلا أن يبعطوا لك رسالة على واتساب مثل ما يجيك أسماس ولازم يدفعوا تكلفي لمؤسسة واتساب لا يقدر يوصلوا لك واضح جدا طيب أيمن خلينا نتقل إلى نقطة أخرى وهو يعني مثل ما احنا عارفين أن واتساب مستحوض من قبل شركة فيسبوك والآن تطور واتساب من دردش عادية إلى عالم البزنس إيش مستقبل الواتساب وإيش ممكن نلاقي في الأيام المقبلة من تقنيات تتضمن تطبيق الواتساب مهند سؤالك أنت محلولين مؤسسة فيسبوك يلي بتمنوك فيسبوك وواتساب وإنستغرام ومسنجر عم يجمعون كلهم سوا فأنت بتقدر إذا أنت على واتساب بتتواصل مع ناس على مسنجر إذا أنت مسنجر تواصل مع ناس على فيسبوك فعم بيربطوا كل شي رسائل مباشرة يكونوا كلهم مربوطين تقنيا لحد قدر يتواصلوا حتى فيهم يعملوا فيديو إذا هني من غير هالمنصات فكلهم عم بينجمع سوا وفيه وراء كل هالمؤسسات فيه إدارة تقنية للدعاية ليكون فيه مردود مالي كبير لمؤسسة فيسبوك لأنه لما تشبك كل هالناس فيها توصل عدد كبير من الناس بس أيمن يعني إحنا دائما نسمع من شركة فيسبوك هي اللي بتستحود على الشركات الصغيرة حتى تضمها لمجموعة شركاتها يعني مش كامل الأحرى أنه بدل ما يكون فيه تطبيق جديد انتشر مؤخر أنه هو تطبيق زوم وأصبح الملايين بيستخدموه خصوصا في جائحة كورونا أنه يكون الواتساب هو هذا التطبيق الفعال في هذه الفترة بما أنه تطبيق أقدم ومستحوذ من شركة كبيرة في عالم التقنية في جائحة كورونا مهند واتساب غيرت كثير طريقة الفيديو الموجود فيه لحتى تقدر تتابع نجاح زوم فقبل كان موجود ما كان فيه أكتر من شخصين يقدر يعملوا فيديو تصليت فيديو هل لا يقدر يعملوا خمس أشخاص فوال خمس أشخاص حتى لو أنت منك على واتساب ومنك على ميسنجر لا يقدر يحدثوا بهذه التقنية لحتى يقدروا يتابعوا زوم لكن زوم كان سباق أكتر وقبل من شناك يقدر ينجح بجائحة كورونا أكتر من غيره نعم الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني كنت معنا من دبي نشكرك شكر جزيل لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر